فضل محمد العربي نيل للأخبار معالي دولة رئيس الوزراء كان من ضمن الأخبار التي خرجت من اجتماع مجلس الوزراء اليوم وهو الموضوع الخاص بلقاء سيادتك مع وزير البترول عايزين نتعرف من حضرك فندم على خطوط البترول خلال المرحلة القادمة الغاز الطبيعي، الشحنات، الاستيراد وكل ما يتعلق بموضوع التعدين وفتح أفاق جديدة للشركات للتعدين في مصر واكتشافات البترول والغاز الطبيعي فندم شكراً ويمكن إحنا الحقيقة يعني إذا كنتوا حضرككم بتلاحظوا يعني هو فيه اجتماع إسبوعي دلوقتي بيحصل علشان قطع البترول والطاقة والنهاردة يعني عشان لا أخفي على حضرككم حيبث آخر اليوم لقاء مع سيد محافظة البنك المركزي وسيد وزير البترول وسيد وزير المالية كل شغلينا النهاردة على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية اللي سواء للدولة احتياجات الدولة العادية أو أيضاً احتياجات قطاع الكهرباء وده تاني أنا حابب أن أنا بس أأكد لحضرككم عب رهيب الدولة النهاردة بتتحملوا والحكومة والبنك المركزي بيتحملوا علشان نضمن استدامة استقرار وانتظام تدبير هذه الشحنات وبالتالي مع كل التحديات اللي موجودة الدولة المصرية حريصة على الالتزام بما وعدت به في هذا الشأن ولكن الهدف كله أن احنا ننظر على المدى يعني مش هقول المتوسط المدى القصير في أن احنا نحقق تبقى رؤية واضحة جداً بتعيد مرة أخرى انتاجية الدولة سواء من الزيت أو الغاز للأوضاع اللي كنا موجودين فيها وبالتالي في خطة واضحة جداً 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 للدولة النهاردة إزاي نرجع تاني حجم الانتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب للمعدلات اللي كنا موجودين عليها بل وكمان تزيد في خلال الفترة القادمة الأسبوع القادم مع علي وزيرة بيترول حيقعد مع كل الشركاء الأجانب علشان خطة زيادة الانتاجية زيادة الانتاجية اعتباراً من بداية عام عشرين وخمسة وعشرين لأن اللي احنا لازم كلنا نبقى واخدين بنا منه مهم جداً إن احنا نشجع باستثمار من خلال الشركاء الأجانب في المنتجات والزيادة الانتاجية من داخل الدولة المصرية الدولة المصرية لديها الموارد الطبيعية وفيه هناك بالفعل مخزون من الغاز الطبيعي ومن الزيت موجود بس هو إيه اللي حصل علشان نبقى كلنا عارفين في ظروف الأزمة الاقتصادية اللي مرنا بيها على مدار السنتين الماضيين وكانت مشكلة الدولار الكبيرة حصل تأخير فيه سداد مستحقات شركاء الأجانب طب هو الشريك الأجانب مش بياخد الفلوس دي ويخرجها بالرغم إن دحقه لكن كان بياخدها بيحطها في استثمارات عشان يزود الانتاجية للدولة المصرية عشان هو يكسب منها برضو لكن لما حصل التأخير حصل بعض التباطق في هذا الموضوع فده قدى إنه بقى عندي نقص في بعض المنتجات عوضتوا إزاي إن أنا طاريت استوردها وتفحى بالدولار فإحنا النهاردة بنشتغل بصورة كبيرة جدا على عودة انتاجية وزيادة انتاجية الأبار والحقول اللي موجودة في مصر مع الشركاءنا بحيث اعتبارا من بداية 25 الموضوع يرجع إلى الأرقام إن شاء الله بصورة كبيرة جدا نرجع للمعدلات دي دي هتفيد المستثمر أو الشريك الأجنبي وحتفيدني كدولة في تخفيف العب على هذا الموضوع فعندنا الرؤية واضحة تماما بنتحرك فيها وحنعرضها على حضراتكم إن شاء الله مع السيد الوزير بالتفصيل في خلال الفترة القادمة محمود مطوع صادر البلد حضرتك اجتمعت أمس لمراجعة القوانين والأجندة التشريعية اللي هتتقدم من الحكومة لمجلس النواب كنا عايزين بس نعرف أهم المشروعات القوانين التي ستقدم لمجلس النواب في الانعقاد القادم لا إحنا كنا الحقيقة مبارح يعني أنا عايز أقول لحضراتكم نقشنا أكتر من 65 قانون المفروض إن يعني إحنا من ناحيتنا كحكومة وضعنا وجدنا إن تقريبا هناك 34 قانون منهم حيبقوا أولوية أولى للدولة وحنبدأ إن إحنا يعني نعرضهم ونبعتهم لمجلس النواب وحيبدأ النقاش قبل بدء الفصل التشريعي مع مجلس النواب إن شاء الله عشان نرتب أولويات هذه القوانين طبعا واحد على رأس هذه القوانين قانون الإجراءات الجنائية علشان يعني يبقى يعني بنحقق الوعد السيادة الرئيس وعد به بموضوع تفعيل وتنفيذ استراتيجية القومية لحقوق الإنسان ولكن هناك قوانين حتبقى مهمة جدا تخص البعد الاقتصادي وهنا يمكن أنا بتكلم على الجزء الخاص بالحاجات اللي هتبقى الحوافز الخاصة بالتعديلات الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية اللي احنا قلنا حنطلع إن شاء الله على النصف الأول من سمتبر ونعلنها عشان دي عايزين إن احنا نفعلها فورا في خلال الفترة القادمة على طوله مباشرة هناك بعض القوانين المهمة اللي توفقنا إنها لازم الحكومة تقدمها وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية وده هيبقى شيء مهم جدا موضوعات أخرى مهمة تمثل مواطن على سبيل المثال موضوع الأحوال الشخصية وده كان جزء من مهم كل دي النهاردة هتبقى على الأجندة التشريعية ولكن برضو ناخد بالنا واعتبرنا إن الفصل التشريعي بيبقى لمدة سنة فبالتالي طبعا حجم الزخم وحجم القوانين اللي هتبقى موجودة هتبقى كبيرة ولكن طبعا إحنا بنثق في قدرة مجلس النواب إن شاء الله على إن هو يلبي يعني تطلعات الشعب المصري في العديد من القوانين اللي هتكون من شأنها بإذن الله تعمل انفراجة كبيرة في خلال الفترة الجاي تفضلي شكرا جزء من الحضرات كلمت فيه في أول المؤتمر هو جزء الشائعات وكمان الشائعة المتعلقة المرة دي هي متعلقة بقطاع الكهرباء يمكن خطة عادة هيكلة الأسعار لقطاع الكهرباء وخطة الدعم نفسها الحكومة أعلنت عنها قبل كده بس مع صارة البلبلة والشائعات اتقال إن الحكومة هترفع الدعم نهائيا كمان إن فيه يعني يمكن كتير من الناس مش عارفة إن سرقة الطيار الكهربائي هو جزء منه الأزمة اللي إحنا بنعيش متعلقة سواء بين قطاع الطيار أو الأزمة الكهرباء عامة يعني تعليق حضرتك على الموضوع ده المتعلق بالشائعات الخاصة بالكهرباء وجهود الدولة ووزارة الكهرباء في مواجهة سرقة الطيار شكرا لحضرتك شكرا أولا طبعا يعني أنا اتكلمت في هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا وقلت لحضراتكم هنا وأعلنت إن إحنا هنتحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار أربع سنين أنا مش هعمل الموضوع في يوم وليلة وحتى قلته صراحة حتى بعد نهاية الخطة بعد أربع سنوات ستظل الشرائح الأولى اللي بتمثل محدود الدخل مدعومة ولكن اللي هتدعمها الشرائح اللي هي الأعلى وبالتالي حتى بعد الأربع سنين ونصل إلى نقطة التوازن برضو سيظل محدود الدخل مدعومين وليس بالقليل على سبيل المثال اللي احنا أعلنناه والخطوة الأولى اللي اتعملت أنا أول ثلاث شرائح كل اللي زودناهم على الشرائح دي من عشر إلى اتنشر قرش فقط لغير عشر قروش عشر قروش الشريحة اللي بعديهم اللي هي تمثل الطبقة المتوسطة بنتكلم في 25-30 قرش دي زيادة أذكر حضراتكم تاني احنا بنتحرك في بعد كبير جدا من 223 قرش تكلفة الكيلو واط للشريحة الأولى 58 قرش فأنا كل اللي زودته عشر سيخ لأول ثلاث شرائح لكن زودته أكتر على مين؟ على الفئات القادرة واللي بتستهل الكميات أكبر وأيضا بعض الأنشطة يعني التجارية أو الطرفهية اللي بتحقق أرباح كبيرة وبتستهل الكميات كبيرة حتى في البعد التجاري يعني احنا راعينا في الزيادات اللي عنده مثلا دكان بسيط في قرية أو مدينة صغيرة ده بنزود له حاجة بسيطة لكن بنزود على المولات وعلى المحلات الضخمة اللي عارفين إنها بتكسب كبير هي اللي بتدفع أكتر يعني حتى جوه القطاع التجاري بنعمل دعم يعني الشرائح برضو كبيرة بتدعم الشرائح البسيطة عايز أكتاني أكد اللي احنا عملنا التحرك ده التحرك الأخير ده بتاع الكهرباء فاتورة الكهرباء تاني أنا بقولها عشان كلنا نبقى حافظين الأرقام الفاتورة اللي لازم الكهرباء تدفعها للبترول في الشهر ستاشر مليار جنيه هي بتدفع خمسة مليار أربعة ونص الخمسة حتى مع الزيادة اللي بتحصل دي المرة دي اللي هتطلع بنتكلم إنها مش هتقرق مش هتزيد عن إنها إجمالي اللي هتدفعه حيبقى في حدود العشرة مليار يعني ما زال الفجوة قد إيه حتى بعد الزيادات اللي موجودة ستة مليار طب مين اللي بيتحملهم الدولة أنا بس حابب إن أنا أكد لهذا الموضوع علشان تبقى الأمور واضحة تماماً للمواطن تاني إحنا كدولة بنتحمل وما زلنا حنتحمل للفترة الجاية العبء الأكبر من تكلفة زيادات الفاتورة بتاعت هذه النوعية من المرافق عشان نعي تماماً إن الموضوع ده لازم نتحرك فيه ببطء وبتدرج علشان المواطن المصري يعني عارفين كويس قوي مدى ما يثقله من هموم وأعباء وتاني أنا بأكد حتى بعد ما حتنتهي الخطة بعد أربع سنوات سيظل الفئات الغير قادرة والبسيطة ما زالت حتظل مدعمة موضوع السرقات يعني إحنا بنتحرك فيه وحنتحرك فيه بقوة ويمكن أنا عايز أقول لحضراتكم مبارح كان معالي وزير الكهرباء بيعرض عليها حنبدأ ندخل تقنيات من شأنها وبقوة إنها حتوصلنا من خلال بعض البرامج والقياسات وبعض الأجهزة وده وريني مبارح الحياة عرض على منطقة بعينها وصلنا إن إحنا عرفنا من خلال المنظومة دي إن الشقة الشقة دي هو الشقة دي والمحل ده بيسرقوا الكهرباء والنزلوا عليهم لقوا فعلا إن فيه سرقات كهرباء ده حنتحرك فيه بمنتهى القوة ومنتهى الحزم ولكن برضو تاني أنا بهيب بالسادة المواطنين إن إحنا نبقى واخدين بارنا إن موضوع السرقات ده ما هو بيأثر معاك أنت في حاجات أخرى كتيرة كتيرة إذا كنت حتوفر جزء في فاتورة الكهرباء تبعات الكلام ده على الدولة بتبقى كبيرة جدا بتؤثر بعد كده على حاجات تانية ومقاصة أخرى بتبقى أنت فاهم إن إحنا ممكن نكون نستفدنا بصورة شخصية أو بصورة محدودة بعض المواطنين من خلال إن أنا آسف وفرت على نفسي إن أنا أدفع الكهرباء لكن مهتبعات الكلام ده على البلد كلها بتبقى كبيرة جدا زي مشكلة الكهرباء إحنا بنقول لو يعني فيه ترشيد العشرة في المية من حجم الكهرباء اللي إحنا النهاردة بنستهلكه ده من شأنه الواحده يخفف من حدة المشكلة الكبيرة ومن فاتورة اللي الدولة بتستورده النهاردة من منتجات علشان أدبر إن أنا أوقف قطع الكهرباء مهو العشرة في المية دي ممكن تتوفر من خلال موضوع السرقات إحنا بنتحرك ولكن كمان لازم الموضوع يبقى مسئولية مشترك ولازم يبقى المواطن عارف يعني أنا آسف المواطن اللي هو بيلجأ بهذا الإسلوب الغير يعني جيد في موضوع السرقة إن تبعاته عليه برضو هو شخصياً حتبقى في جوز حاجة أخرى حتبقى تبعاته سلبية عليه فلازم كلنا نبقى فاهمين هذا الموضوع إحنا كلنا في مركب واحدة جماعة الموضوع مش الحكومة لوحدها والمواطن لوحده إحنا كلنا مع بعض لازم نبقى عارفين إن كل واحد فينا عليه التزامات ومسئوليات ومن شأننا لو تنفذ هذا الكلام كلنا حنبقى في حالة جيدة وفي حالة مستقرة بإذن الله فضل أحمد أي سابقة تخبر اليوم كان فيه اجتماع من أيام مع وزير التموين وتم استعراض عدد من المقترحات من أجل ضبط السوق كان من بينها إعادة تنظيم أسواق الجملة عايزين نعرف إيه آليات لتنفيذ هذا المقترح؟ شكراً لحضرتك الحقيقة طبعاً برضو أنا حابب أطمن حضراتكم عشان برضو ده بيبقى أحياناً جزء من الشائعات الحمد لله الاحتياط الاستراتيجي من كل السلع المهمة جداً اللي تخص البلد الحمد لله في إطار آمن ووصلين فعلاً لأهم في بعض السلع الاستراتيجية زي الأمحل أكتر من ست شهور وحطين خطة أن يتم استيراد كل احتياجات الدولة المصرية على مدار السنة دي وكلها مؤمنة ومواردها مؤمنة علشان ما يبقى عندنا دايماً الاحتياطي ده موجود ومش فقط في القمح في كل الأمور الأخرى وبالتالي ده شيء يعني أنا حابب أن أنا أكد عليه النقطة المهمة جداً زي ما حضرتك أشارت هو تطوير أسواق الجملة ودي النهاردة الدولة المصرية في إطار خطة المناطق اللوجستية ومناطق اللي على رأسها موضوع أسواق الجملة كل ما بحنزود أسواق الجملة كل ما حنهدف لتقليل الحلقات الوسيطة اللي بتأثر على سعر السلعة في الآخر وده جزء من المشكلة إنك بتلاقي السلعة بتطلع سواء مثلاً أنا بتكلم على المنتج الزراعي لما بيطلع من الفلاح أو حتى المنتج الصناعي اللي بيطلع من المصنع بيطلع برقم وممكن تلاقيه بيتباع للمواطن في النص يعني بسبب حلقات وسيطة كتيرة منها عدم كفاية أسواق الجملة اللي موجودة عندنا فده بيبقى بيؤدي إن أحياناً بيحصل زيادة أو مغالاف الأسعار نتيجة الحلقات الوسيطة فعشان كده الجزء ده جزء مهم جداً في خطة واضحة جداً لتنفيذ هذه الأسواق والنهاء كدت بتباحة مع السيد الوزير علشان يبقى فعلاً في خلال السنتين القادمين عندنا أكبر عدد من أسواق الجملة موجودة في الدولة المصرية علشان نقلل من عملية الحلقات الوسيطة إحنا بنشتغل على ضبط الأسعار ومرأبة الأسواق ولكن كل ما وديم كانت كلمت عليها كل ما بنزود العرض من المنتجات كل ده من شأنه بيحقق التوازن لكن معاها كمان عشان تكتمل المنظومة لازم يبقى عندنا منافذ واضحة بتقلل عملية تلاعب الحلقات الوسيطة في السلعة وهو ده اللي إحنا بنركز عليه مع السيد وزير التنوين تفضل في معلوماته ده دولة يا فندم إن في بعض السكان في المناطق الأمنة اللي تم تطويرها توقفوا عن دفع الإيجار الشهري كيف ستتبن التعامل معهم خليني أشرح بقى الموضوع ده بمنتهى الشفافية والوضوح الدولة المصرية تحملت وحضركم فجريين وكلنا عارفين قد إيه الدولة المصرية كانت بتوصم بالمناطق الغير أمنة وكانت بتصور هذه المناطق وبيقال وتوصف الدولة المصرية بأوصاف غير لائقة إنها إزاي سايبة أهليها في هذا الشكل الدولة المصرية سيادة الرئيس أطلق مبادرة وأنا بقولها سيسجلها التاريخ لإنهاء موضوع المناطق الغير أمنة والحمد للإنها الدولة نجحت فيها وعملت مناطق يعني أحياء سكنية راقية سكنت فيها أهلين من هذه المناطق وأعتقد حضراتكم عارفينها كلها وشفنا نمازج ليها وبنزورها وبنتبهها النهاردة في إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق الشؤة اللي إحنا إدناها لأهلين وهم يستحقوها هذه الشؤة النهاردة بقت قيمتها السوقية أنا مش عايز أقول إنها ممكن بتتجاوز المليون جنيه وممكن أكتر من كده الدولة المصرية أعطتها لهؤلاء المواطنين بدون مقابل بنظام الإيجار وإن كل اللي بيدفع رقم بسيط جدا بيدفع شهريا في حدود 300 جنيه أو 350 جنيه مجرد عشان يغطي جزء من تكاليف الصيانة عشان أحافظ على الوحدة زي ما هي طب أنا بسأل المصريين طب يعني إذا كان بقى هناك بعض المواطنين في هذه المناطق ومش حايز يدفع تمن هذا المبلغ البسيط أنا بشاهد حضركم إيه اللي المفروض يبقى إجراء الدولة ليهم ما ينفعش فعشان كده أنا وجهت النهاردة السيدة وزارة التمامة محلية وفيه اجتماع لمجلس المحافظين الإسبوع القادم باتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لأخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات يتخذ كل الإجراءات ضد اللي حيرفض أنه هو يسدد هذه الأموال البسيطة جداً اللي مجرد عشان أحافظ على الوحدة وأحافظ على المكان اللي هو عيش فيه وفيه اجتماع إن شاء الله الإسبوع الجاي مع السادة المحافظين كلهم للتشديد على هذا الموضوع والتغويه لهذا الموضوع لأن مش هنسكت على هذا الأمر الأمر ده إحنا بنتابعه كل شوية وكل شوية بنلاقي هذه الظاهرة أن البعض يبدأ يتوقف عن السادات وده الموضوع ده يعني بمنتهى الأمانة دي التزامات زي ما الدولة عملت الجزء الأصعب وتحملت أها مش عايزة أقول مئات المليارات عشان تعمل هذه المناطق الحاجة البسيطة جداً اللي بنتطلبها من المواطن إنه هو يدفع مقابل عشان أحافظ له على اللي هو بقى موجود فيه فإذا هو تقاعس لأ الدولة حيكون لها رد فعل حاسم في هذا الأمر وحنتحرك فيه في خلال الفترة أنا وجهت من هذا الكلام تاني إنه يبدأ التحرك اعتباراً من اليوم وحنستعرضه بالكامل بتفاصيله في مجلس المحافظين الإسبوع القادم إن شاء الله تفضل ريفا صفية حمدي جاريت المال اسمح لي استكمال لسؤال زي ميلتي هند أسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع يمكن الحكومة بتعمل حوافز كتير جداً لدعم الصناعة أسعار الكهرباء دايماً بيكون لها تأثير خزان على بعض الصناعات كسفة الاستهلاك لكل الطاقة دي واسمح لي أسأل سؤال تاني وده يمكن من حضرتك كمخطط عمراني وخبير في عمراني أولاً وصانع لسياسات الإسكان ثانياً في مجال العقار يعني دلوقتي في بعض المشاهد بأن فيسى مصرا يدخلهم يكون في طرحات يشتيروا وبعدين يتباع الأمور بأسعار تانية مضعفة هل إحنا ممكن نتعرض لفقاعة عقارية تأثر على الاقتصاد مستقبلاً وهل مازال العقار كنصيحة للمواطن من ضمن أهم المجالات لي حفظ القيمة في الإدخار ضمن الوسائل الأخرى ولا لا؟ شكراً طيب إحنا طبعاً بالنسبة لأسعار الكهرباء للمصانع إحنا بنراعي هذا الموضوع وبرضو حتى فيما يخص القطاع الصناعي يعني حتى زيادات الأسعار كنا عاملين وحرسين كل الحرص إنها ما تؤثرش بصورة كبيرة جداً عن مصانع أنا بس حابب إن أنا أكد هذا الموضوع مرة أخرى في ظل إن ما زالت مصر واحدة من أرخص دول العالم في تسعير الكهرباء مع كل اللي بيحصل وبيتقال وبيتقال إن الفواتير ولكن ما زالت مصر ونقارن نفسنا ومش بكلم هنا على المقارنة بالجنيه والمصري نتكلم بصفة عامة على مؤشرات الاقتصادية هنلاقي مصر ما زالت من أقل الدول في توفير الطاقة سواء للمواطن أو حتى للأنشطة الاقتصادية نيجي الموضوع العقار وحقول لحضرتك يعني الموضوع ده أسير أكتر من مرة على مدار العشرين سنة اللي فيته وكل مرة بيتقول هل ستتعرض مصر إلى فقاعة يعني وحيحصل مشكلة زي اللي بيحصل في دول أخرى حقول لحضرتك الإجابة إن شاء الله لأ إنما هو معروف يا فندم يعني حقول لحضرتك هناك دورة دورة أو يعني دورة ده بزي أي قطاع يعني استثماري بتبقى دورة أحيانا زي ما بيقولوا يعني ارتفاع وأحيانا طباطق ولكن الشاهد اللي موجود في مصر إنه عمر ما العقار بينزل قيمته ولكن اللي بيحصل إيه إن النتيجة في وقات التباطق تبدأ تتعامل تسهيلات أكتر وتيسيرات أكتر وبالتالي دائما العقار في مصر هو يعني حنلاقي أسعاره مستقرة ما بيبقاش فيه يعني الحدة في النزول زي اللي بيحصل في بعض الدول لإن مازال عندنا يعني في ضوء طبعا الزيادة السكانات كبيرة جدا وعدد السكان بيظل الطلب على العقار ده شيء كبير ومستمر ومستدام وبالتالي يعني حتى إذا كان بيحصل في أوقات أحيانا نوع من التباطق بتلاقيها بتستمر سنتين بالكتير ويرجع تاني السوق بيحصل فيه استثمارات وده شيء يعني لأن أحيانا كان بيتقال بيتم توجيه النقد لهذا القطاع إن هو بياخد استثمارات المصريين والدولة وده أحيانا برضو محتاجين إن إحنا ننظر إليه بشيء من المراجعة لأن في دول كثيرة جدا اقتصادها قائم على موضوع التنمية العقارية وترويج للعقار وإن هو يتباع وتصدير العقار وكل الكلام ده كله يعني دول كثيرة جدا اقتصادها بيعتمد بصورة أو بأخرى على هذا الموضوع وبالتالي يعني أنا مش بدافع هنا على فقط هذه الصناعة بالرغم إنها صناعة مهمة جدا وجزء وحتظل جزء من الاقتصاد المصري لكن لازم ناخد بالنا إن حتى كل شقة بتتبني أو كل واحدة بتتبني بتشغل وراها أكتر من 90 مصنع مختلف مصانع كتيرة جدا في كل شيء بيشتغلوا فبالتالي هي لوحدها بتبقى دافع للتنمية الصناعية فلازم نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع ومرة أخرى بأكد هتلاقوا دايما ده طبيعة السوق المصري على مدار العشرين سنة اللي فاتوا هو هو نفس الشكل وبالتالي يظل هذه الصناعة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري الفترة اللي فاتت كان فيه شهادنا شوية انتظام في أسعار سوق السيارات بشكل عام يعني كانت فترة فيه غلية جدا جدا بدون سبب ورجعت تاني انتظمت الفترة اللي فاتت يعني الحقيقة رجعت تاني ظاهرة الأوفر برايس وأنه السيارة بتتبع بأعلى من سعرها أو المتعرف عليها كتير جدا هل فيه آلية للتعامل تاني مع هذه المشكلة يعني والقصة التالية خصونا العربية بقت حاجة أساسية كمان في حياة المواطن دلوقتي الحاجة التانية سيارات ذوي الهمم كان فيه نقاش كتير جدا عن انه فيه سيارات ذوي الهمم ما خرجتش من الجمارك ويتم التعامل معها ازاي والناس اللي بتاخد سيارات ذوي الهمم ويتم استخدامها بطريقة غير شرعية كيف تتعامل مع هذا الأمر فانا طيب خلينا نتكلم على صناعة السيارات وأكيد حضراتكم بتتابعوا أنا يعني كل إسبوع بقالنا فترة مع سيد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنجتمع مع كبار المصنعين للسيارات في مصر بهدف ان احنا نشجع ونسرع الخطة بزيادة دور الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم جدا الدولة المصرية فيه احتياج كبير جدا من السيارات بحكم حجم السكان والعدد وهذا الكلام وبالتالي احنا كل هدفنا النهاردة ان احنا نشجع الصناعة الوطنية وندي حوافز اكتر للصناعة الوطنية وبالتالي يعني احنا النهاردة مفيش اي اجراءات بالعكس الدولة بتشجع وبتدخل كل مستلزمات الانتاج لهذه الصناعة وده ضمن الاولويات اللي احنا بنتحرك فيها فده انا حابب ان انا اكد على هذا الموضوع ولكن احنا كل اللي بنعمله النهاردة واللي احنا بنعمله ان احنا مع كل المصنعين دول بنحاول نربط بنحاول يبقى مع بعض ضمن حزمة على بعضها ان يبقى عندنا رؤية متكاملة ان هو اب بندخل وبنستورد عربيات ولكن نحاول معاهم يبقى بنشجع كمان الصناعة الوطنية يبقى كل الكبار النهاردة ان احنا بنشجع اكثر واكثر ان بيدخل صحيحة عربيات مستورادة ولكن في نفس الوقت يبقى في زيادة لعدد السيارات اللي هو بينتجها جوه البلد بديله حوافز اكتر وبشجعه اكتر على هذا الموضوع انا بس حابب اكد هذه النقطة ان احنا هدفنا كله وعنا على ان احنا نروح الى ان يبقى الهدف كله ان احنا نشجع اكتر التصنيع جوه الدولة المصرية انما عايز ااكد لحضراتكم في الفترة اللي فاتت حصل بعض نوع من مش هقول انها تجاوزات لكن وجدنا الية بقت موجودة احنا كل هدفنا العربية لما تدخل حتى الهب تمت الاستيراد وتمت الصنع في الخارج ان العربية المواطن المصري اللي ياخدها يجد لها صيانة ومراكز خدمة هنا تخدم له العربية واحد يروح يستورد بمعرفته عربية ايا كانت نوع العربية ويدخلها وممكن يكون وعدد ورصدناه عدد كبير من هذه النوعية من العربيات ملهاش اي تواجد في مصر فبقت مشكلة كبيرة طب هي قطع الغيار والسيانة بتاعت هذه النوعية من العربية هيحصل فيها ايه فاحنا كان جزء من محاولة ان احنا نضمن وده جزء من الحفاظ على حق المواطن ان احنا نبدأ ندي الاولوية في خلال الفترة ودي لسه بنطع لها ضوابط ان يبقى الاساس للعربيات الاستقدام العربيات سواء من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا اللي لديهم مراكز صيانة وخدمة جوه البلد ولكن حتى لما هيبقى في استراد شخصي يبقى استراد العربيات لديها مراكز خدمة وصيانة جوه البلد ده شيء مهم جدا 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 جدا. عشان ما نفاجأش ان بيجينا عربيات وباعداد ليست بقليلة وملهاش اي هنا النهاردة مراكز عشان تقدم خدمات ليها ودي احتبقى مشكلة كبيرة جدا على المدى قصير في هذا الشام. موضوع بتاع سيارات زاو الهمم مرة اخرى انا يمكن اتكلمت فيه بصورة موجازة ولكن اسمحولي احكي لحضراتكم التفاصيل بعض التفاصيل. الحقيقة انا طلبت ان يعني ننظر في العربيات اللي دخلت في الفترة اللي فاتت على مدار السنتين ونشوف فعلا هل العربيات دي راحت لزاو الهمم ولا لا. لان هدفنا بالقانون اللي عملناه والامتيازات وحتى هذه اللحظة عايزين الامتيازات اللي تروح لابنائنا من زاو الهمم تروح لهم هم ولا انا غلطان. طيب. طلبت ان احنا نعمل عينة. تنزل وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع. عندهم اسماء كل المفروض اللي استفادوا على مدار السنتين. من هذه المنظومة. ينزل وشوفوا العربيات معاهم ولا لأ. للأسف احنا اخدنا عينة بضع مئات. بدون مبلغة يعني مش عايزة اقوله مش عايزة تجاوز ما بين سبعين الى تمانين في المية او اكثر من السيارات مش مع زاو الهمم. طب عايزين تعرفوا اكتر هم ما يعرفوش اصلا نوع العربية اللي اتجابت باسمه. طيب. هل معناها ان انا بوقف البرنامج وهلغيه? لا. لكن بضع له دوابط محددة واضحة. هدفها الوحيد شيء واحد. ان هم زاو الهمم فعلا هو اللي يستفيد. طب هو مش هيستفيد. او الشيارات اللي دخلت على مدار السنتين. عربية عربية. وحرجح حق الدولة. العربية دي دخلت عشان ابناء من زاو الهمم. طب تبين ان حد تاني خدها. حيدفع بغرامات اللي محطوطة في القانون. كل المبالغ اللي كان المفروض الدولة تاخدها كحق. انا بس بأكد على هذا الموضوع. اللي احنا بنعمله دلوقتي. بنضع ضوابط محددة. كل هدفنا. ان العربية فعلا تروح للعاي الاساس اللي القانون ده كله وضع ليه. واللي احنا كلنا حرسين كل الحرس ان هو ياخد هذه الميزة. في ضوء طبعا ان هم من ابنائنا من زاو الهمم. انا بس حابب ان انا اقولها لحضراتكم. لان هذا الملف ملف يعني مهم جدا. احنا حرسين على ان ابنائنا من زاو الهمم ياخدوا حقوقهم في هذا المجال. ولكن ايضا ما يحصلش تجاوز باللي حصل في خلال الفترة الماضية. ناخد فضل ريفان. جهان حسن جريت الجمهورية. في زل الدولة اللي بتعمله علشان تخفيف عن كهل المواطن وتخفيف الاسعار. ومع اقتراب العام الدراسي الجديد. ماذا عن خطة الحكومة بخصوص معارض المدارس. واهلا المدارس وهكذا. شكرا لحضرتك. طبعا هذا الملف ملف شديد الاهمية. وكنت بتكلم فيه مع سيد وزير التموين ضمن الحقيقة اللقاء اللي تم على مدار الاسبوع. وان شاء الله طبعا هتبقى هتفتتح هذه المعارض بازن الله قبل العام الدراسي. ولكن يمكن نقشت معاه انها تبقى لها صفة الدايمومة. يعني تبقى موجودة على مدار السنة. وده هيبقى شيء مهم جدا ان احنا بالذات لما كنا بنقول اهل رمضان او اهل المدارس. لأ هتبقى. هنحاول بقدر الامكان يبقى المعارض دي دائمة. ويبقى المكان بتاعها دائم. والمواطن عارف هذه المعارض في اماكنها. ممكن بيتغير. يعني لما بيجي رمضان هيبقى السلع الغذائية هي اللي اكتر وغالبة على المعرض. او في وقت المدارس بتبقى الحاجات المستلزمات بتاعت المدارس هي اللي هتبقى غالبة. ولكن يبقى المعارض دي موجودة بصورة دائمة. وبتقدم سلع على مدار السنة. باسعار مخفضة للمواطن. وده جزء من الخطة اللي ان شاء الله الدولة هتطلع قريبا وتعلن عنها. علشان نضمن ان هذه المعارض يكون لها صفة الدوام بازن الله. ناخد اخر سؤال. فضل يا فان. اسلام فرحات جارت الاهرام. اه ما عليك اولا بنشكرك على المؤتمر الصحفي وعلى الشفافية والصراحة الكبيرة اللي احنا يعني انا شايف ان هي يعني الناس كلها بتنتظر دلوقتي يعني لقاء حضرتك مع الجماهير بشكل مباشر. فيه بس سؤال هو هل بعد بعد الزيادة وتحريك بعض الاسعار في عدد من الخدمات والسلع هل من المنتظر ان يعني ان تقوم الحكومة بزيادة في المرتبات للناس تتناسب مع بعض يعني الظروف الحياة والمعيشة اللي هي يعني بتتحملها يعني شكرا. طيب خلينا طبعا احنا خدنا اجراءات استثنائية واكيد حضراتكم اعتبعتوا على مدار السنتين اللي فاتوا في زيادات متوالية في موضوع المرتبات. وبالتالي اللي احنا النهاردة شغالين عليه ان بنصيغ يعني حزمة حوافز او حماية اجتماعية. ولكن مش شرط ان يكون فيها فقط موضوع زيادة مرتبات. اللي ان احنا قريدي خدنا زيادة مرتبات من شهر ابريل الماضي يعني احنا بنتكلم لسه من اربع شهور لما ابتدينا نفعل هذا الموضوع. وبالتالي احنا كل هدفنا النهاردة ازاي نعظم من العديد من الحوافز المختلفة علشان المواطن النهاردة يقدر ياخد الخدمات وبعد السلع باسعار مخفضة ونخفف من عليه الاعباء. ولكن يعني احنا ماشيين في هذا الاطار احنا اعلننا عن زيادة المرتبات زي ما قلت من اربع شهور. ولكن يعني احنا لسه بقى قدام شوية حنشوف ازا كان هناك حاجة لهذا الموضوع مرة اخرى من عدم وبازن الله. احنا كل شوية هذا الموضوع بيدرس وبنشوف الموضوع في اطار المحددات اللي احنا حطيتها للموازنة. ولكن يعني احنا خدنا قريدي الخطوة من اربع شهور. وبالتالي يعني لسه طبعا قدامنا مدى قبل ما نفكر في خطوة اخرى في هذا الشأن. يعني انا عايز بس ان انا يعني مرة اخرى يعني ااكد ان الدولة المصرية. بالرغم من كل هذه المصاعب. وكل التحديات الغير مسبوقة. ومعنش انا اسف حفظة لقول هذا الكلام. بعض الناس بيقولوا انت كل شوية تقول هذا الكلام. هتودي فترة العالم شاف اللي احنا شايفين. بهذا الحجم وعزم التحديات والتقلبات. يعني احنا كل يوم فيه حاجة جديدة. غير منظورة وما حدش كان متخيلها وبتحسن. وليها تأثير مباشر عليك. فالنهاردة احنا بنتعامل مع ظروف شديدة القصوة ومع ذلك الدولة المصرية شغالة ومشية في التراك بتاعها. بتحاول تنفذ المستهدفات وان شاء الله بنحققها. بقدر الامكان بنحاول نخفف من الاعباء على المواطن. وعارفين ان احنا وعارفين كويس قوي وفاهمين يعني مدى عظم التحدي اللي موجود عليه. ولكن الحمد لله احنا شايفين المصار قدامنا. وبنتحرك على هذا الموضوع. وعندنا عارفين كويس قوي المستهدفات اللي احنا عايزين نحققها بنهاية هذا العام المالي. والسنة اللي بعدها هيبقى ايه. واللي بعدها هيبقى ايه. كل ده بالرغم من كل الظروف اللي احنا بنواجهها. فده انا عايز اقوله عشان المواطن نفسه بقى متطمن. بالرغم من كل هذه الصواعب والتحديات. لأ الدولة لديها الخطة والرؤية. وبتنفذ على هذا الموضوع. وبتتحرك في هذا الكلام. بنوفر فرص عمل. بنحاول نحافظ على استقرار وثبات السلع. السلع نفسها موجودة. الخدمات والمرافق. القهربة. وحضركم كنا حاسين قد ايه بمشكلة القهربة. ومع ذلك قديكم شفتوا. الصيف ده عدى. درجات حرارة كلنا بنقول عمرنا ما شفنا حرارة بهذا الشكل. ومع ذلك قدرنا لغاية هذا اليوم اهو زي ما حضركم شايفين. وقفنا موضوع قطع الكهرباء. وبنناقش ما بعد الصيف. وحنتحرك ازاي في هذا الشأن. كل دي النهاردة امور مش سهلة على اي حكومة انها تتعامل معاها. صدقوني. انا بتكلم هنا بقى بعيدا عن المنصب. انا بتكلم كمواطن مصري بيكلم يعني المواضيع بتبقى مش سهلة اوي بهذا الشكل. تحديات كبيرة جدا. ومع ذلك الحمد لله يا رب. بكرم ربنا وفضله علينا. احنا مستمرين في المسيرة. وان شاء الله يا رب القادم افضل باذن الله للدولة المصرية. اشتركوا في القناة